بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الآن سندور مع قصة إبراهيم عليه السلام خاصة في هذه الأيام وهذه النفحات التي ستذكرنا بصبره وابتلاءاته وما عاناه وما عاشه في سبيل التوحيد بداية أو الوحيدان الذين تصفى بالخلة هما إبراهيم ومحمد عليه السلام هو أبو الأنبياء بعد نوح وآدم عليهما السلام ولد لإبراهيم عليه السلام إسماعيل وإسحاق وسنأتي لقصتهما بإذن الله هاجر هي أم إسماعيل وصارة هي أم إسحاق فرزق إسحاق بيقوب ثم يوسف ثم أنبياء بن إسرائيل إلى موسى وعيسى عليه السلام وكما أن سيدنا إسماعيل من ذريته محملا صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب نبي الله إبراهيم كثيرا حتى أنه سمى ابنه بإسمه كما قال إني ولد لي غلام وإني سميته على اسم أبي إبراهيم مدحه الله بأن وصفه أنه أمة ثم مدحه بأسلوبه وحجته لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وقال أيضا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وعودوا إلى هذه الآيات في سورة الأنعام لأنها رائعة رائعة لا تصف وتدبروها وسترون فيها كم عانى سيدنا إبراهيم من أجل أن يوصل رسالة التوحيد وكم سعى من أجل أن يوصل الناس إلى الاستسلام ولد في بلد فارس بالعراق لأب فارسي اسمه آزر يصنع الأصنام ويبيعها ويكسب منها المال الحرام كان يأمره أبوه ببيع الأصنام مع بقية إخوانه فكان يذهب للسوق ينادي من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشترون منه فيعود لأبيه فيضربه فكان صاحب رشد بدأ أولا خططه لتوطيح بطلان عبادة الأصنام بداية بتلك الآيات التي ذكرها الله في سورة الأنعام التي طلبت منكم وأرجوكم أن تقرؤوها فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين في كل مرة كان يريهم شيئا ثم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي ثم أيضا لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ثم قال إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين وحاجه قومه بدأوا بالمحاجة لكنهم آمنوا أما الطريقة الثانية فهي في مهرجان يدعون الطعام تحت أقدام الأصنام لتباركه وطلبوا حدوره فقال إني سقيم ثم ذهب وقعد ينظر إلى الأصنام ويسألهم ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم دربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون ثم هناك بدأ يحاجهم أيضا بقوله أتعبدون ما تنحيطون والله خلقكم وما تعلمون المهم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرشيون وعلق الفأس عليه وذهب كل هذا وهو فتن دون العشرين هو ما قصد تحطيم الأصنام واقعا قصد تحطيمه في قلوبهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فأشار بإبهامه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فلما عجزوا عن قوة الحجة لجأوا إلى حجة القوة فذكر عليه السلام يعني جرهم إلى أن يفكروا بعقولهم التي غطوها بكثرة الضلال والإلحاد فلما الإنسان يعمي نفسه عن رؤية الحق سبحان الله كأن عينيه لا تصر فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فلما قال لهم ما هذه تماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين فأبطل عبادة تلك التماثيل على وجه بيين واضح انقطعت به حجتهم وزارت به شبهتهم كما قال تعالى وطل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني وركزوا جيدا مع هذه الكلمات حتى تعلمي أن رزقك ليس بيد أحد وإنما هو بيد الله وبقدر ما كان استيسلامك لله بقدر ما رأيت من الخيرات في حياتك وها هي قصة سيدنا إبراهيم تؤكد لنا معنى أن الرازق سبحانه والله فتخيلي وكأنه امتحان للسيدة سارة وللسيدة هاجر ردوان الله عليهما في البداية لما السيدة سارة دخلت هي وسيدنا إبراهيم إلى ذلك إلى مصر بعد عودته بعد ذهابهما من الحراق إلى مصر ورأى ذاك الملك الظالم السيدة سارة وكأنه راودها عن نفسها فسبحان الله أراه الله عجائب قدرته لثلاث مرات فعلم أنها ممنوعة من الله وأن الله يحميها فأعطاها هاجر كهدية فلما يئست سارة من الذرية أعطت وهبة هاجر لزوجها فهنا تخيلي امتحان سارة كان صعبا بحيث أن تلك التي وعبتها لزوجها رزقت ذرية قبلها هنا قد تأتي إنسانا وتقول ها هي الآن سارة زاد همها هم وزاد كربها كربا والهدية التي جاءتها هي ها هي الآن يعني ترزق هي ترزق بالذرية وأنا أبقى بلا شيء لكن نحن لا نعلم القدر ماذا يخبئ لنا أحيانا أو الله سبحانه وتعالى ماذا يخبئ لنا في أقداره أحيانا قد تبدو لك الأمور تمشي على عكس ما تريدين لكن الله سبحانه وتعالى يريدها أن تنضي بخطته هو بتدبيره بحكمته وحسن تدبيره فلا تخافي ولا تحزني ولا تقلق ولا ترتعب ولا تقول لماذا حدث هذا وكان يجب أن يحدث كما أردت أنا لا أحيانا كثيرة نريدها بطريقة فيها هلاكنا فالله سبحانه وتعالى من كل ابتلاء يريد لنا أن نتعلم شيئا وأن نخرج بعلم وبخبرة ثم انتقل ثم أخذ سيدنا إبراهيم السيدة هاجر إلى موقع مكة الآن وفي تلك اللحظات جاء الابتلاء الثاني لهاجر يعني ابتلاء هاجر أيضا جاء وهي امرأة بالطفل تبقى في مكان قاحل لكنها سألت سيدنا إبراهيم سؤالا لا الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لن يضيعنا لابد أن تضعي هذا في تفكيرك ما دام الله سبحانه وتعالى أمرك بشيء ففعلته والله أنه لن يضيعك لكن لابد قبل ذلك من امتحان يعني في كل مرة تريد فيها أن تعلم الحبيب من الكاذب انظر إليه في المواقف غير ذلك كلنا نجيد الكلام لهذا أيضا أنت في ميزان الابتلاء يبدو معدنك عند الابتلاء عند الشدائد حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فسيدنا إبراهيم أيضا كان في امتحان ابنه الذي رزقه بعد صبر طويل وبعد حرمان طويل لابد له أن يأخذه ثم يبقى بعيدا عنه هناك دعا سيدنا إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون واد غير ذي زرع ثم سألت ولا بد أن نسمع هذه القصص ليست كقصة لأنه لما تكون تسمع قصة ثم تقولي لنفسك أن هذه القصة حدثت بالفعل يعني إنسانة كان عندها مشاعر مثل ما أنا عندي مشاعر فلا يعني أنه آه تلك هاجر هذه القصة وكأنها من نسج الخيال لا اسمعيها وتخيل لمشاعر سارة وتخيل لمشاعر هاجر فلما امتحنت هاجر بذهابها يعني مع وليدها الصغير إلى واد غير ذي زرع مكان المقفر بعيدة عن زوجها ثم تسأله آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لن يضيعنا وهذه الكلمة أريدك أن تضعيها نصب عينيك مدام الله سبحانه وتعالى أمرني فلن يضيعني ما دمت ممتثلة لأوامره فاعلمي أن العاقبة للمتقين وأن الجزاء في الأخير سيكون وفيرا من رب خزائنه لا تنفذ يده سحاء الليل والنهار لا تغيظها نفق فكان هذا امتحان الله اللي هاجر ثم تذكرنا هذه الأيام بسعي هاجر وتوكلها ردوان الله عليها يعني رغم أنها متوكلة على الله إلا أنه لما نفذ الزاد راحت تطوف بين تسعى بين الصفة والمروة سعيها كان ذاك بحثا عن الرزق لكن داخليا كانت متأكدة أن الله لن يضيعها وإلا فلم تقولها لسيدنا إبراهيم أن ذاك وهو ذاهب فسبحان الله حين كان ذاك وثوقها بربها لم يضيحها سبحانه فسعت لسبع مرات إلى أن فجر الله لها زمزم ولإذنها ثم جاءت أفئلة من الناس تهوي إليهم كما دعا سيدنا إبراهيم تخيل لحظة امتثارك لأوامر الله انظري أيضا سيدنا إبراهيم كان مبتلى وممتحا بأن وضع ابنه فلدة كبده الذي انتظره طويلا في مكان بعيد عنه وكأن رسالة الله لنا أن لا نتعلق بالأشياء كثيرة وأن نتعلق به وحده وهو من سيضمن لنا كل شيء يعني كل هذه الأمور التي نتعلق بها نعلم أنها في حماية الله وأنه هو من يرعاها على عينه سبحانه فتوكل على ربك واعلمي أن الله سبحانه لن يضيعك ما دمت واثقة به فسيدنا إبراهيم أيضا كان في امتحان والسيدة هاجر في اللحظة التي سبحان الله فجر لها الله سبحانه وتعالى زمزم إلى الآن باقيا إلى الآن شاهدا على ذاك التعب والصبر والإيمان والتوكل فسيدنا إبراهيم لما وضعهما دعا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أهوى إليهم أفئدة من الناس وها نحن إلى الآن قلوبنا وأفئدتنا معلقة ببيته سبحانه فهي ثمرة دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام وقت أن لما بلغ مع سيدنا إبراهيم مع ابنه السعي جاءت جاء الامتحان الذي في كل مرة يريدك الله يريد الله به أن يختبرك أتحبني أم تحب ما أهديت إليك أكثر أحيانا كثيرا قد يعطينا الله نعما كثيرا فتعود تلك النعم أعز علينا من المنعم سبحانه وتعود تلك النعم أكثر قربا لنا بقلوبنا من الله من الواهب الذي وهب على لنا سبحانه فهنا حين أتى هذا الامتحان يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سبحان الله هذا الابتلاء جاء من أجل ذاك الاستسلام لكن سيدنا إبراهيم في كل مرة كان يحققه لهذا قال الله عنه إن إبراهيم كان أمه قانسا لله حنيفة فبهذا الاستسلام تؤكد لنفسك أني يا رب لك لك مهما حدث لي أعلم أنك يا رب حكيم خبير كل شيء تقدره لحكمه توقيتاتي ليست كتوقيتاتك يا ربي أنك الحكيم الخبير تخطيطاتي ليست كقدرك وحكمتك يا ربي أنك أنت الحكيم الخبير فأنا لك حتى ولو كان يساورني قلق من شيء ما لكنه قلق الضعف ضعفي كإنسان لكن معه توكل ويقين أني صحيح أني ضعيف وخائف الآن لكني أعلم أن خطتك محكمة وأن تدبيرك لا غنى عنه فهنا يكون الاستسلام سيدنا إبراهيم في تلك اللحظات لم يكن يعلم أن الله سيفتديه لأنه نحن نعلم نهاية القصة أن الله سيفتديه بذبح عظيم لكن سيدنا إبراهيم لم يكن يعلم النتيجة كان يمضي أمرني الله إذن سأفعل فبفضل الله انظروا كيف أثمر الاستسلام خيرات أجور ثم في الأخير لم يخسر شيئا على العكس تعلمنا منه الاستسلام تعلمنا منه صدق التوحيد تعلمنا منه الإنقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى فهذه بعض الأمور التي ودت لو أننا ثم سأذكر لأني ذكرت بي بداية ابتلاء سارة وسراحة قصة سيدنا إبراهيم كان لابد لنا أن نبدأها منذ البداية لأن قصته قصة ما جاء الله وفيها من العبر من الله به عليم لكن لأننا ذكرنا بداية امتحان سارة رضي الله عنها لابد لنا أن نعود إليها لنتذكر كيف أنه بعدما في اللحظات التي جاءت الملائكة لسيدنا لوت يعني تخيلي لسيدنا إبراهيم عليه السلام فلما دخلوا سيدنا إبراهيم بكرمه فما لبث أن جاء بعجل حنيد لكن رأى أيديهم لا تسلوا إليه كيف هذا الضيوف جاءني لا أعرفهم ثم أنا رحت دبحت وجبت لهم يعني أكل لكنهم يعني أبوا أن يأكلوا هنا أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف يعني إنا أرسلنا إلى قوم لوت يعني جئنا من أجل قوم لوت فالسيدة سارة كانت تسمع وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاقة ومن وراء إسحاقة يعقوب تخيلي يا سارة بعد صبرك أن الله سبحانه وتعالى سيبشرك بابنك وبحفيدك يعني ابنك وابن ابنك وحتى سماهم الله سبحانه وتعالى إنا نبشرك بإسحاقة ومن وراء إسحاقة يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخة إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله هكذا أقولها لكل إنسان انقطعت بها السبول والآلام والآمال وترى أن أبواب الأمل في وجهها أغلقت أقول لك أتعجبين من أمر الله الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لعل ما أنت فيه من ابتداء هو صناعة لك للغد وللمستقبل هو صناعة لك لما تريدين حتى تكوني أقوى وأعقل وأنضج فلا تيأسي ولا تخافي ولا تحزني كما قال الله سبحانه وتعالى لأم موسى تخيلي في اللحظة التي يقول لها ألقيه أرضعيه وألقيه وبعد يقول لها لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك يعني لما يوعد رب العالمين سبحانه لا يخلف المعاد إنا رادوه إليك وجاهلوه من المرسلين تخيلي أرضعت ثم بعدها أرضعته بخوف واستسلام ثم بعدها أرضعته بأوامر فرعون انظروا إلى الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يقول إنما أمره إذا أراد شيئا إن يقول له كن فيكون فسبحانه الذي بيده ملكوته كل شيء وإليه ترجعون فهذه كانت بعض الحبر التي نستخلصها من حياة الأنبياء وكما تعلمون أن الأنبياء حياتهم وابتلاءاتهم يعني كبيرة وعظيمة حتى نتعلم منهم حتى نقارن ابتلاءاتنا التافهة التي نراها عظيمة بابتلاءاتهم الكبيرة التي قدر الله سبحانه وتعالى أن يفرجها فما بالك بهم عندك أو ببلاء أو بكرب يشتد عليك ترينه الآن لا حل له ثم بإذن الله بإذن الله في القريب العاجل ترين كيف أن الله سبحانه وتعالى سيحدث بعد ذلك أمره إنه على كل شيء قدير أيضا سيدنا إبراهيم في في لحلته مع الأصنام لا أدري يعني لعلنا ذكرنا قصته مع الأصنام في البداية لما قال إني سقيم يعني بدأتها من نصرها يعني ما بدأت من البداية سبحان الله لما كان مهرجان يقام تقام فيه تلك يعني الضقوس وقربان لتلك الأحجار والأصنام على أنها آلهة قال إني سقيم فلما ذهب يعني ذهب سيدنا إبراهيم كان فتن فتن لا يزال في صغر سن لكنه كان موحدا مؤمنا يعلم أن كل هذا مجرد يعني أكاذيب وأن الله سبحانه وتعالى يستحيل يستحيل أن يكون حجارة أو يعني لا تدر ولا تنفع فكسر قام بتكسيرها عليه السلام استغفر الله كسر ثم بعد ذلك وترك الكبير وكلكم يعلم هذه القصة فانظروا إلى قصته في البداية لحظة التي جعلهم فقط يفكرون هل يسمعونكم إذ تدعون أو أقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون يعني هم فرجعوا إلى أنفسهم ثم نكسوا على رؤوسهم بعد ذلك قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فقال لهم أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أيضا في آية أخرى لما قال لهم هل يسمعونكم التدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فهذه نصيحتي إلى كل من تذهب إلى القبور إلى كل من تذهب إلى السحرة والمشعوذين إهلمي يا أختاه التوحيدن في هذه الأيام لماذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وكأنك تقول لا كبير غير الله لا إله إلا الله كثيرون يقولون لا إله إلا الله بأفواههم لكن لما تأتي للفعل تجدها من أجل رزق دنيوي تبحث عنه في المعصية أو حتى حتى بالشرك بالله عياذا بالله وكم رأينا ممن أشركوا ممن أشركت من أجل زوج ثم عاد زوجها وبالا عليها ثم عاد زوجها سبب كل الصعوبات في حياتها فأصيكم بتقوى الله 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 في توحيدكم وإن لم توحدي في هذه الله في هذه الأيام فمتى متى يعني التوحيد هذا أن تعلمي أنه لن ينفعك ولن يدرك يغير ربك سبحانه فتتمسك به وتدعيه بكل صدق بكل توكل وثقة أنه والله العظيم إن أراد الله فسيحول للرمل دهبا وما ذلك عليه بعزيز لكن الله يريد منا السعي يريد منا أحيانا يبتلين كي نقترب يبتلين كي نتعب يبتلين كي نستفيق أو حتى نغسل من هذه الدنوب التي أثقلتنا أثقلت كاهلنا حتى لا نأتيه يوما ما لأنه لو عوفينا كثيرا ما تكون الحافية سبب النسيان سبب الغفل عن الله يعني تأكون تلك الصفحة التي تجعلنا نستفيق من الغيبوبة فنعود لله سبحانه وتعالى فالله الله بتوحيدكم وتذكروا نصيحة إلى كل من تذهب إلى مشعود اعلمي اعلمي أنك اللحظة وقادر المشعودين لآن كثر الأبراج يا بنات الأبراج الأبراج شعوذة الأبراج جنجيم والأبراج علم زائف كذب كذب أصلا لا يسمى زائف فإذا كان توأم توأم ولدوا من نفس الأبي ومن نفس الأم أقدارهما مختلفة في نفس الدقائق في نفس اليوم بل ليس فقط في نفس اليوم في نفس الدقائق تقريبا ما بالك بأشخاص كلهم في العالم كله نجعل حياتهم تخيلوا يعني طرفة أحكيها لكم يعني من المفارقات في حياتي وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمني كثيرا وتأكدوا أنه لكل منكم في حياته مواقف مشابهة فقط إذا راقبناها وركزنا فيها يوما ما في صغري لم أكن أعلم كيف تحسب الأبراج فكنت أظن أن برج الأسد حاليا لا أعلم يعني صراحة نسيته من كثرة أني لا أفكر فيه لأنه أمر تافه صراحة لكن في ذلك الوقت كنت أظن أن برج الأسد فكنت أقرأ سبحان الله لأني لم أكن أعرف الطريقة التي تعرف بيها الأبراج كنت أظن أن برج الأسد فكل ما كنت أقرأ يا مثلا خبر تعيس أنتظر ذاك الخبر تعيس ويحدث ولو ولو كلمة بسيطة تسمعينها من أمك لو أنك لم تقرأ أنه خبر تعيس ما كنت ممكن أو حادثة مزعجة أو شيء كذا لو أن تكوني جاهزة حتى لدرجة أنه أمر تافه قد تعظمينه فقط لأنك كنت تنتظرين الهم والكذر والصعوبات ثم بعد فترة سبحان الله وكأن الله أراد أن يعلمني أنك كنت تتبعين الكذب والزيف والخداء فلما عارفت أنه برج مختلف عن ذاك الذي كنت أتوقع أنه صحيح وأن كل ما يقال فيه يحدث تأكد أنها تفعل نفس الطريقة اتبعها سيدنا إبراهيم سبحان الله فقال يعني في ذكرها الله في سورة الأنعام أوصيكم أوصيكم يعني سورة الأنعام اقرأوها وركزوا فيها لأنه سبحان الله آياتها والرسائل يعني سورة مليئة بالتوحيد حب السوري إلى قلبي يعني مليئة بالتوحيد فسيدنا إبراهيم لما حاورهم يعني وكأنه كان يريد أن يريهم يعني تفاهت ما هم فيه ما هم فيه من 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 كذب فقال فلما رأى بداية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبة تعلمون أن سيدنا إبراهيم حنيفا مسلما موحدا مستسلم لله في كامل أموره لكن أحيانا الدعوة إلى الله تقتضي منك أن تفهم ذاك الشخص قمة ما هو فيه من صراحة أحيانا نكون أغبياء ف إن صح التعبير فهو فلما جن عليه الليل رأى كوكبة قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين يعني هل أعبد شيئا يظهر ويختفي لا أحب الآفلين هذه الرسالة الأولى ثم بعد ذلك فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لا إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر وكأن رسالة لهم أنه لابد الذي تعبده أن يكون أكبر وأعظم وأحكم وأعلم وأفهم منك يعني في كل شيء فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون فهي نفس الطريقة التي تريها لك أي شخص يعني لا يزال يتمسك بشيء يضره صراحة كم تمسكنا بأمور درطنا ونتمنى لو أن نعدنا للماضي ومحيناها أصلا من حياتنا فيأتي شخص يذكرك بالله ويختصر عليك سنين ضاعت من عمره لتربحها أنت بنصيحة فلماذا لا نستمع ولماذا لا نتعض فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فبإذن الله تذكروا أيضا كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه الكلمة التي أخبرتكم وكأنها سكين تقطع كل أنواع الشرك بمعنى أنك تقولين أنه يا رب لا إله إلا أنت لا إله ولا مدى بحق أنت سواك وحدك لا شريك لك له الملك وله الحمد كل شيء هو ملكه كل ما أريد يعني حتى الأمور التي أحصل له لأجلها هي ملكه سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا يعجز الله شيء فلا تذهبي لغيره لا يعجز الله شيء هو قادر فلا تذهبي فلا تعصيه كي تأخذ ما عنده خذ ما عنده برضوانه لأنه قادر أن يعطيك ما عنده بالمعصية فتكون وبالا عليك فهذه الكلمة سكين يقطع كل أنواع الشرك فأكثر منها خاصة يوم عرفة وقد حكيت لكم قصة الصديقة تلك التي تغيير حياتها كل يوم عرفة ولا أطيل عليكم لأعيد نفس الكلام مرة أخرى أيضا هناك شخص يعني كان مسحور لسبع سنوات وهو يبحث يعني دار كل يعني يعني رقاة المملكة لكن في الآخر كان حله في لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وبالاستغفار فانظروا انظروا إلى حلنا كثير من البلاية في حياتنا هي عقوبات ذنوب حتى ولو سلط عليك سحر أو سلط عليك مس أو عين أو حسد أو غيرها من الأمور التي نبتلى فيها فتتعبون والله أن نحلها بالاستغفار وبلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وبقوة توحيدنا وإيماننا بالله لأن التوحيد هو أعظم مقاصدي يعني أعظم شيء نأخذه من هذه الدنيا هو أن نوحد الله وأن نفرده بالعبودية بالتوحيد لأن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فهذا التوحيد أما عن الاستغفار فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجه ومن كل هم ينفرجه ورزقه من حيث لا يحتسب كما لا ننسى دور التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فكلها تدور في دائرة التوحيد التسبيح كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين لما كان يريد أن يواسيه في كل مرة يعني ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجرين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أيضا في سورة طه يعني رحت لي الآية لكن بمعنى سبح بحمد ربك قبل طروع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وأيضا فسبح بحمد ربك قبل طروع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبح وأدبار السجود وغيرها من الآيات التي ذكرت لنا قيمة التوحيد قيمة التسبيح وفضله العظيم في الحياة أيضا كما أن التسبيح في قصة يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبحثون لكن لما حكى الله عن سيدنا يونس ماذا قال؟ قال إذ أبقى إلى الفلك المشهون يعني تخيلي فقط لأنه وكأنه لا نقول يأس من قومه فلا يقول أحدنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدنا أنه خير من يونس بن متى سيدنا يونس تعب من قومه من معاصيهم وذنوبهم وأغلاطهم في حق ربهم فما كان منه إلا أن تمنى أن يبحث عن قوم آخرين يدعوهم إلى الله لكن في كل شيء ننتظر أوامر الله لنا فولأنه كما يقولون غلطت الشاطر بألف يعني الله سبحانه وتعالى هذا نبي فالله سبحانه وتعالى كان يريد أن يعلمنا درسا من حياته وكأنه قال أبقى إلى الفلك المشهون فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم يعني عذاب الخزي في الحياة الدنيا أو بمعنى الآية فيعني سبحان الله لأن الله كان يعلم منهم أنه فيهم خير وأنه سيهتدون ولا تيأسي من إنسان نصحتها مرارا وتكرارا ثم رأيتيها مستمرة في غيها أو دلالها فكون لها تلك اليد التي تنجيها من حفرتي وظلماتي ذنوبها وأنت أيضا التي أسي من نفسك وفي يعني كل ما أنت فيه من ظلمات ذنوبك ومعاصيك وخطاياك ومشاكلك وصعوباتك في هذه الحياة تذكري أنه لما سيدنا يونس نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فبدايتها توحيد وثانيها التسبيح وتمجيد لله سبحانه وتعالى ثم اعتراف بالدم حين قال له أنه يا رب لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين كل ما أنا فيه بسبب ذنوب فما بارك بنا وبذنوبنا إذا كان سيدنا يونس قال إني كنت من الظالمين فماذا نقول نحن أصحاب الذنوب والمعاصي من أثقلنا ظهرنا بالذنوب والخطايا إلا أن الله سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فكانت هذه بعض كلمات عن سيدنا إبراهيم وسيدنا يعني سيدنا إبراهيم وتلك حجتنا آتناها إبراهيم فقط أريد أن يعني أذكركم بقيمة التوحيد في حياتنا مهما كنا متدينين أو نعرف الله أو عندنا من العلم فواجبنا أول علم يجب أن يكون ويستقر في قلوبنا هو التوحيد لأنها شهادة دخولنا للجنة يعني الأمر الذي تدخلين به الجنة هو توحيدك الصافي لابد في قلبك أن لا يكون أحد يعني أعظم من الله أيضا في إيمانك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له وبقدر ما عاملت الله ما تعاملت مع ربك بأن تتركي ذنوبا لأجله أو بأن تدعيه في أوقات الحاجة وأن تتعاملي معه بالطاعات وغيرها بقدر ما رأيتي أشياء تثبت لك وجود الله كما حدث مع سيدنا إبراهيم فتخيلوا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلما هم في القصة التي تركت الكثير ما حكيت عنها مع الأسف فالقصة التي لما أتعبهم وغلبهم بالحجة يعني داروا عليه فقال يعني خلاص هنا أرادوا به كيدا يعني إذا لم نستطع أن نقنعك بحجتنا غلبتنا بحجتك فسنغلبك بالقوة ويعني أضرموا النار وغيرها لكن الله سبحانه وتعالى بكل بساطة أحيانا قد يجعل يتركك الله تصل إلى النار لكنه يجعلها بردا وسلاما الله سبحانه وتعالى هو نفسه سبحانه من يعني لما سيدنا موسى كان أمام البحر والعدو خلفه هو لم يكن يعلم أن البحر سيفلق لكنه كان متأكدا أن الله سبحانه وتعالى سيفرجها بطريقته لأنه تعلم في البداية أوجس في نفسه خيفة في البداية خاف أيضا ولا مدبرا ولم يعاقب يعني راح يجري لكن في الأخير لأنه مرة على مرة أخبرتكم أنه كل مرة تتعامل فيها مع الله كل مرة يزيد إيمانك طوة وتوحيدك أكثر بالله أنه القادر فتوكلي عليه واعلمي لما سيدنا موسى قال كلا هم أصحابه قالوا إنا لمدركون لكن سيدنا موسى قال إن معي ربي سيهدين قولي كلا في كل لحظة تشعرين فيها أنه استحالة قولي كلا إن معي ربي سيهدين في كل لحظة ترين فيها أن أبواب الأمل قد أغلقت في وجهك قولي كلا إن معي ربي سيهدين أنا سأكون مع الله سأحفظ الله ليحفظني سأحفظ الله في حياتي احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يدرك إلا بشيء قال كتبه الله عليك رفعة الأقلام وجفة الصحف واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع الوسر يسرى سبحان الله هذا الحديث والحديث الثاني الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى يوضح لنا كيف نأخذ رزقنا وكيف نأخذ هدايتنا والأمور كلها التي نتساءل فيها في هذه الدنيا كيف نأخذها من الله بالطريقة قال فيها الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ربه بقوله يا عبادي كلكم دال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم أو بمعنى الحديث ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فإن أردت شيئا من الله فابذل جهدك أن تطيعه وأن تقترب منه وأن تستغفره وأسأل الله أني تقبل منا ومنكم وأن يجعلنا من الفائزين في هذه العشر لا تنسوا أن تكثروا من التكبير والتهديل والتحميد والتصبيح هذه الأيام المباركة حداري أن تضيعوها ففيها كل أعمال التي تقومون بها خاصة الذكر فيها يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيامه العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل من خرج بنفسه وما له فلم يرجع من ذلك بشيء يعني أي عمل تقومين به يكون أعظم من الجهاد في سبيل الله في غيره فهل تضيعين فرصة كهذه إلا إن كنت مغبونة محرومة ظالمة لنفسك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة